المرحلة الاولى نتجتها هتطلع ظهر يوم الاتنين بعد بكرة 14 اغسطس لاعلان نتائج المرحلة الاولى وفيه كده توقعات ابتدت يعني اتبان بالنسبة للشعبة علمي علوم يعني يمكن دي اكتر حاجة معانا ان طب بشري هينخفض بنسبة 0.9 من 10 عن السنة اللي فاتت 0.9 من 10 وطب اثنان هيبقى 97 من 10 تقريبا دي تكهنات يعني طب اثنان 90.3 بنخفض 1% عن العام الماضي سيدالة 88.7 بنخفض 1.3 من 10 عن العام الماضي علاق طبيعي 89.7 بنخفض 1% عن العام الماضي طبعا دي كلها اشارات في ضق النتائج والحاجات اللي جاية دي بانت في علمي علوم بس خلينا اتكلم مع حضراتكم ان الناس ابتدت تنتهج نهج جديد يعني احنا بنتكلم بقالنا فترة عن التطوير وعن فكرة ان احنا مش مرتبطين بكليات معينة وتطوير الوظائف وتطوير شكل الوظيفة نفسه في حتة التحديث اللي بيتم في الوظائف هيخلي شوية شوية الامور تتحط في نصابها كلمة كليات قمة وكليات قاعة دي تروح لان انت النهاردة ممكن تخش كلية عادية ويبقى لك فرصة عمل كويسة جدا لو انت طورت نفسك وزيك ممكن تخش كلية قمة مع احترامنا بقى يعني لكل الكليات وتبقى تقليدي فيبقى دخلك ووضعك الوظيفة تقليدي فمربط الفرص او المعيار في الاول والاخر هو انت انت عايز ايه وعايز توصل لايه شايف سوء العمل ازاي شايف قدراتك ازاي عشان تقدر تفيد نفسك وتفيد مجتمعك وتفيد بلدك كل التوفيق اللي ولدنا في المراحلة الاولى للتنسيق وكل المراحل اللي جاية